توقفت المعارك على أبواب المدينة وعد اسم الحديدة وميناؤها مجددا إلى الأروقة السياسية والتصريحات الدولية أبرز هذه التصريحات ما قالته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيدر نويرت أن الولايات المتحدة تقترح تسليم ميناء الحديدة إلى جانب محايد نويرت أوضحت أن تسليم الميناء إلى الجانب المحايد يأتي من أجل تسريع توزيع المساعدات لمحاربة الأزمة الإنسانية الحادة ومنع استخدام الميناء للاتجار غير المشروع بالأسلحة وتهريبها وكذلك لتمويل المقاتلين الحوثيين قبل حديث الخارجية الأمريكية كان الطرف الثالث أو الطرف المحايد محور نقاشات المبعوث الأمم وأطراف الأزمة اليمنية وكان اقتراح الشرعية اليمنية ومعها التحالف أن تكون الأمم المتحدة هي ذلك الطرف لكن الأمم المتحدة اعتذرت حينها وقالت إن دورها يقتصر على الوساطة بين ميليشي الانقلاب والشرعية فهل يتغير موقف الأمم المتحدة بعد أن أصبح الطرف الثالث ضمن مصفوفات التصور الأمريكي للحل في اليمن لربما وإن لم فأي طرف يمكن له القيام بتلك المهمة ربما أن هذه الحلقة المفقودة ضمن هذا التصور وخلاف أن التصريحات الأمريكية تأتي ضمن حالة الضغط المسبوق من قبل الأطراف الدولية تجاه إيقاف الحرب في اليمن فهي أيضا تتزامن مع زيارة مرتقبة للمبعوث الأمم إلى الحديدة التي لا تزال تشهد اشتباكات متقطعة بين فترة وأخرى الواضح إذن أن حالة الضغط الدولية التي أسفرت عن إيقاف معركة الحديدة وتقدم قوات الشرعية كان هدفها الإبقاء على حالة التوازن العسكري التي ترى فيها الأمم المتحدة أمرا مساعدا على الحل لكن رؤية الأمم المتحدة لا تنسجم وواقع اليمني ومستقبل السلام فيه الذي يبقى مهددا طالما بقيت هذه الجماعة العقائدية بسلاحها ومحاطة بالسلطة ترجمة نانسي قنقر